انتبه انتبه اشقال مع نيديا فورتي في انتبه اشقال اليوم بش نحكيه على قطر وعلاقاتها الجيدة مع حكومة غربية مع حركة حماس اليوم برشة دول غربية لتعاول بشكل كبير على قطر المتحدث باسم كتائب عزدين القسام كان قال انه الكتائب اطلقت سراح محتجزتين امريكيتين لدواعي انسانية وهذا استجابة لجهود وساطة قطرية اللي بش نبدو به الاحديث على الوساطة القطرية بش نحاولو نرجعو الى تدخلات ووساطة سيبقى في على مر التاريخ ترجع بنا حتى العشرة سنوات التالية تحدث باسم الخارجية القطرية اكدت قوله ان اطلاق سراح الرهينتين الامريكيتين من غزة جاء بعد اتصالات مستمرة مع جميع الاطراف واضف المتحدث باسم الخارجية القطرية ان الدوحة تأمل ان يؤدي الحوار للافراج عن جميع الرهائن المدنيين من كل الجنسيات واكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ان الاتصالات بشأن اطلاق سراح الرهائن سيستمر مع اسرائيل وحماس يقول زيدا انه حتى المفاوضات التي قاعد تجري فيها قطر بتنسيق مع الولايات المتحدة هي متواصلة يقول قاعدين نمشي بشكل ايجابي والمتحدث باسم الوزارة الخارجية القطرية يقول انه قاعدين باتصال مستمر مع كل الاطراف في الوقت الرهن واولويتنا هي وقف اراقة الدماء والافراج عن الاسراء والتأكد من احتواء الصراع قبل ان يتوسع في المنطقة ماكرون كان اشيد بدور مهم جدا قامت به الدوحة يقول في الافراج على الرهينتين الامريكيتين اذا عنده خمسة يام من الاخبار هذية رئيس الامريكي جو بايدن من جيه تزيده يقدم الشكر لقطر هو ووزير الخارجية الامريكية انتونيو بلينكين هذا وقد عبر الرئيس الامريكي جو بايدن عن شكره لقطر واسرائيل على جهودهما لاطلاق صراح الرهينتين الامريكيتين في غزة هذا وشكر وزير الخارجية الامريكي انتونيو بلينكين دولة قطر لدورها المهم في اطلاق صراح الرهينتين الأمريكيتين نرجع لشهر أوت 2023 المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية مجد الأنصاري كانت تحدث على دور والوساطة القطرية في علاقة بملف الاتفاق النووي إيران والولايات المتحدة الأمريكية يعطى وثيقتهم وقتا في الدبلوماسية القطرية خلاص بمعرفة بذلت دورة قطر جهود كبيرة باعتبارها وسيطا دوليا موثوقا لتحقيق التقارب بين الجانبين الأمريكي والإيراني خاصة فيما يتعلق بالاتفاق الأخير من الولايات المتحدة وإيران تبين أن هذا الدور الذي لعبته قطر طبعا كان دور فعال وهو مستمر في هذه الأثناء في مختلف الملفات وتامل دورة قطر أن تودي هذه الاتفاقيات إلى تفاهمات أكبر فيما يتعلق بالعودة إلى الاتفاق النووي الذي تؤكد دورة قطر أنه ضوري لأمن المنطقة بشكل عام الدور الذي لعبته قطر في هذا الإطار كان كوسيط حيوي وحاسم للمضي قدمة بالاتفاقية حيث حرست قطر على وضع ضوابط واقعية مقبولة لدى الطرفين لرفع الأموال المجمدة كيف زادة كانت تفكروا فما عدد من السجناء الأمريكيين كانوا موجودين في تهران فوقتها قطر قامت بدورها كوسيط بش رجعوا هالسجناء الأمريكيين ورجعوا لقطر ومن ثم بش عودوا يرجعوا للولايات المتحدة الأمريكية بعد كثير من تراكمات الخطاب العدائي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ورغم الثقة المفقودة بين الجانبين وكثرة الملفات الشائكة لم يعدم البلدان النفاذ من أضيق الأبواب إلى تفاهمات عبر الحوار تجعل الصعب ممكنة وما كان للحوار أن يتم لولا دبلوماسية قطرية منحها الطرفان ثقتهما وكان من نتائجها ما شهدته الدوحة من وصول خمسة سجناء أمريكيين قادمين من طهران إلى قطر للذهاب من بعد إلى الولايات المتحدة ويشكل الإفراج عن السجناء الأمريكيين مقابل خمسة سجناء إيرانيين من السجون الأمريكية تتويا لحوارات طويلة توسطت فيها قطر كان فاكروا زيد القطيع اللي دم تقريبا 13 عام بين الأردن وحماس واللقاء اللي كان مع حماس والأردن واللي كانت قطر لعبت دورها كوسيط لتمكين اللقاء هذية من أنه يسير لقاء غير مسبوق في تاريخ علاقة حماس بالأردن فاللقاء الذي تم بوساطة قطرية وضم كبار المسؤولين الأردنيين وقادة الحركة جاء بعد قطيعة استمرت نحو 13 عاما ولم يسبق حتى أثناء الوجود الرسمي للمكتب السياسي في عمان في عقد التسعينات أن التقى الملك حسين بالمكتب السياسي للحركة ومع أن الأمريكيين فضلا عن الإسرائيليين لا يرتاحون العلاقة مع حماس إلا أن الملك الذي زار أمريكا الأسبوع الماضي أكد في اللقاء دعم مسيرة التسوية والسلطة الفلسطينية ودعمه لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على ترابهم الوطني حماس التي خرجت مرتاحة من اللقاء والحفاوة التي لقيتها تدرك حدود الموقف الرسمي الأردني ولم تسرف في التوقعات أن حركة حماس ترفض رفض القاطع عن كل مشاريع التوطين والوطن البديل ونسر على استعادة الحقوق الفلسطينية غير منقوصة لتكون فلسطين هي فلسطين والأردن هي الأردن دول الوساطة زدى وسلحتها للقارة الإفريقية كان ذكروا زدى كينيا والصومال انقطاع العلاقات الدبلوماسية المدة أكثر من خمسة أشهر وكانت زدى قدر لعب دورها كوسيط وقت وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني كان عبر عن ترحيبه بعودة العلاقات بين كينيا والصومال وكان زدى قال أن بلاده كانت تتابعة في تطور العلاقات هذه وإذا كانت هناك حاجة للتدخل يقول فسن ورحب باستمرار دعم الجهود هذه بعد قضيعة دامت ستة أشهر تعود العلاقة الدبلوماسية بين الجارتين كينيا والصومال اتصالات ومحادثات رعتها وساطة قطرية نجحت أخيرا في كسر الجنود بشأن العلاقات بين البلدين وإعادتها إلى مجرها الطبيعي احتراما لما قالت مقدشو إنها مبادئ حسن الجوار وعدم تدخل في شأن الداخلي للبلد الآخر عودة العلاقة بين البلدين كانت ثمرة لجولة المبعوث الخاص لوزير الخارجية القدري مطلق ابن ماجد القحضاني شملت نيروبي ومقدشو أسفرت عن إعلان البلدين إنهاء قضيعتهما وتطبيع علاقاتهما بعد أن عجزت محاولات عديدة بذلت في الشهور الماضية عن ذلك وهو ما قد انعكس إيجابا على العديد من الملفات بين البلدين نحكي وزيدة على وزير الخارجي الإيطالي اللي كان أكد أنه بلده قاعدة تطلب في وساطة كل من تونس وقطر ومصر والأردن للإفراج عن الأسرة المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة وكان وقته قال نحن قاعدين نتابعوا دقيقة بدقيقة مواطنين الموجودين في الكين السهوني والرهائن في قطاع غزة يا ده الدور القطري اللي قاعد برشا مش فاهمين كيفاش علاش قطر شنو دخلها قطرة خطرية اختارت منذ مدة طويلة من التسعينات إنها تلعب الدور هذية في المنطقة من خلال الأدوات ما يسمى بالسوفت باور أو القوة الناعمة اللي واحدة من أدواتها هي قناة الجزيرة نعرفه قطر هي بلاد صغيرة ومهيش قوة عسكرية كبيرة ولكن عندها نفوذ على مستوى الخريطة نطاع المنطقة أولا هي ظهر لي كان مهيش أول رهي من بين أوائل مصدري الغاز في العالم نعرفه اللي احنا نحب بل ما نعرفوه اللي يلزم نعرفوه هو إنه قطر باشترعب الدور هذية يلزمها تكون عندها علاقة نجم تحكي مع النسكل وهذا هو اللي يصير نعرفو مثلا الانسحاب الأمريكي من أفغانستان كان باتفاق مع الطالبين المفاوضات مع الطالبين وين صارت؟ صارت في الدوحة نعرفو من الحاجات اللي مثلا أقدم اللي كانت تحكي فيه نادية موضوع الملف متاع الممرضين البولغار في ليبيا اللي تم فضل وقته بين ساركوزي والخذافي ولكن الوسيط الأساسي فيه كان قطر واللي برشا كليمي تقال عنه قطر هي اللي دفعت في بلاست ليبيا التعويضات للممرضين هذوما اليوم قطر تلعب على التنقضات متاع المنطقة مثلا في حرب العراق كانت من جهة فما الجزيرة اللي هي يمكن أكثر وسيلة إعلام كانت نقلا لحقيقة الحرب في العراق وعلى بوقت كيلومترات كانت فما القاعدة الأمريكية في قطر قطر اللي هي بلاد صغيرة اللي هي بلاد تخاف من هاي منها متاع القوى الكبيرة اللي موجودة في المنطقة كما السعودية كما غيرها اختارت الخيار هذي إنه تكون علاقاتها طيبة مع الناس الكل وإنه هذي يسمح لها باش تلعب الأدوار هذي هل نفس الدور تناجم تطلع به تونس بطلب إيطالي مع حركة حماس خطط طلبت مساعدة تونس 100 مليار تونسة كل شهر لدفع الأجور في غزة لذي يعطيها وزن باش تلعب في بلد رما حتى مسؤولي من حمس في قطر المكتب السياسي المكتب السياسي موجود كي تاخذ الإجزامل بتاع مصر نعرفو مصر هي على الحدود وبالتنسيق مستمر في المنطقة تونس يمكن إيطاليا تراهن على إنه أشقائنا في فلسطين باش ياخذوا بعين الاعتبار الموقف المساند للقضية الفلسطينية اللي عبر عليه رئيس قي سعيد وإنه يمكن تستجيب ولكن طبيعة العلاقة بين الأطراف كسوة مصر للأردن وإلا قطر مع حماس تختلف برشا على علاقة تونس يمكن الحاجة الوحيدة اللي تنجم تخلي الملف هذا يتقدم هو كيفاش أشقائنا في فلسطين يتقبلوا في الموقف الشجاع متاع تونس من القضية الفلسطينية واضح به ملعب جدا بمتلعة التكتيكات الحربية والخطط الحربية وقاعدة الحروب اللي يخليوا في تاريخهم بعض المقولات لقاعدة مشهورة نسيتش كون القائد بالضبط اياد المفهما مقولة مشهورة جدا يقولك في حرب عمرك ما تلحق الظل بالعدوم تاعك خاطر تنجم تخسر أكثر حتى كانت عرف روحك باش تربح مع تتنجم تخسر أكثر بياسر من اللي كنت مقدر إنك تخسره من الأول ودي ما تخلي منفذ للخروج ودي ما تخلي بابا الصلح يكون مفتوح ولا تغلق كل الأبواب من أجل السلم دي ما خلي حتى كان فهم الشباك صغير خليه محلول على خاطر خسائر اللي تنجم ما تنجمش تحارب عبد ما عنده ما يخسر خط في كل الحالات أنت اللي بيش تخسر أكثر منه هذي على من ذكر جاء في كتاب فن الحرب لاغ دولاجار بتاع مع أنت الصيني قديم تنسوذ ذكر واللي يقول لك أنه راهو كيف أنت تحط في كوان الخصم متاعك وما عنده حتى منفذ بيش ينفذ بجلده راهو تحوله إلى انتحاري وبالتالي راهو المقاومة متاعه بيش تكون لا حدود لها مش كما وقت يبدأ دي ما يخمم أنه فما منفذ للوروك اليوم ظهري الخطأ متاع الاحتلال أنه الهدف الواضح ومتاعه المعلن هو القضاء على مقاومة الشعب الفلسطيني في غزة وهناه طبيعي كسوار مقاومة الشعب الفلسطيني وإلا أي كائن معتها ردت الفعل بتاعه بيش تكون وقت يكون وجودي مهدد فإنه معتش عندي خطوط حمراء فإنه الخسائر بيش تكون أكثر ببارش بالرابط بيش مع تاريت بعض المسؤولين وبعض تصريحات مسؤولي حماس قال لك احنا ننتظروا بفارغ الصبر العملية البرية اللي يحكيوا عليها بيشور هو رويز منذكره نحبوكم احنا ننتظروا وقتيش بفارغ الصبر وقتيش نقابلوا أول جندي إسرائيلي في غزة يدخل قال لك هذيك فش نستناه نحن أولا ساعة القاعدة في العمليات العسكرية يقول لك راي المدن هي مقبرة الدبابات لأنه راهوا معانتها متنجمش تحارب بالدبابات في الشوارع اثنين راهوا الحروب متاع الشوارع منزل بمنزل الكلفة متاعها أغلى بكثير من أنك قعد في دارك وتقنبل بتنزل على الفلس على أورديناتور ولا تسير في درون الجانب الثاني واللي هو زادة المهم يرزم نذكروا أنه راهوا إسرائيل إن سحبت عسكريا من غزة كان قرار من شارون وحتى تم تفكيك مستوطنات كانت موجودة في قطاع غزة وكانت كلفتها سياسية كبيرة لشارون ولكن علش لأنه تحولت إلى كشمار لكابوس لأنه مع الكثافة السكانية لموجودة غذية نرجو نحكي في مواعيد قادمة هل فما أصوات من داخل الكيانة السهيوني اليوم تطالب بتغيير المواقف من هذه الحرب وتطالب بمراجعات وتطالب بأنهم يحبوا على السلم كيفاش النجم يعملوا السلم هم يعطيوش حق لعبيت معت الساعة دجا معت فما أصوات اليوم مناقضة قعد التعالى ويحملوا مسؤولي لنتنياه ومن تبعه في آلاف الضحايا ليهما سقطون معت القتلى ما هكذا صح لآلاف القتلى اللي عندهم يقولك هو اللي يتحمس وليتها شوف هنا يلزم من فرقه أكيد أنه في المجتمع الإسرائيلي فيما أقليا نتصور اللي هي الدافع على فكرة السلام واعتراف بالحقوق الفلسطينيين وغيره ولكن اليوم راهوا أكبر نقد هو موجه لنتنياه أنك معرفتش تحمينا وهذاك علاش نتنياهو ماشي في مسألة الهروب إلى الأمام باش يصلح البيلون بتاعه صحيح صار 7 أكتوبر ولكن راني اصلحت هذك علاش يشوف أنه اليوم التوجه العام في الرأي العام الإسرائيلي هو ماشي في إطار الهروب للأمام الانتقام موش ماشي في البحث عن السلام رغم أنه فما برشة زادة فما يهود براك اللي كان رئيس وزراء سابق يحذر باستمرار كي يخرج من مسألة الدخول البري مش على خاطر خوفا على الفلسطينيين ولكن يقول راهي خسائرنا باش تكون كبيرة